خليني أرحب الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام العلمي العام في الأزهر دكتور عبد المنعم مساء الخير فن أهلا مساء النور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور عبد المنعم دكتور عبد المنعم هل قانون زي ده لازم يرجع لحضراتك في الأزهر المقترح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن ولاه أحيى حضرتك والأخت الكريمة والسادة المشاهدين نعم يا أخت الفاضلة أن قانون الأحوال الشخصية قانون وجزء من التشريع الإسلامي والتشريع الإسلامي بنصق الدستور الذي يفسره ويوضحه في مصر والعالم هو الأظهر الشريف نعم تماما كما لو وضع قانون للأحوال الشخصية للإخوة المسيحيين الأظهر لا يتدخل فيه إنما يعرض على الكنيسة والكنيسة تعرضه على المجمع المقدس نعم هذا هو احترام الدستور والقنوات الكريمة الدستور إذن رأي الأظهر ملزم أم غير ملزم لا هو اسمه رأي الأظهر نعم الأخير يقول رأيه هل الأظهر يقبل بحبس الزوج هل حبس الزوج يعد من أركان الزواج في الإسلام أيها الأخت الفاضلة سمعتها في آخر حاجة نعم عفوا بتقول أني أنا عملت القانون بطريقة مجحفة مجحفة يعني إذن هناك تدخل أكثر من اللازم التشريع الإسلامي حينما شرع راعة كل الأمور وكل الضوابط قال في السكن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأجلهن أن يضعن حملهن إلى آخر فإذا أدخلت أشياء على ما عرفه المسلمون منذ أربعة عشر قرنا من الزمان منذ أنه مصدر منبر الأظهر تحت سماء مكة اللي هو للحبس ليس لا يجوز إطلاقا لا اجتماعيا ولا أخلاقيا ولا دستوريا إذنما إن وجد الزواج وحصل فيه إجحاف بعيدا عن العدل القانون يطبق بالطريقة التي فيها المودة والرحمة التي تكون بين الزوجين أسأل حضرتك سؤال فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك حضرتك هو الكذب حلال ولا حرام الكذب أيوة هذا سؤال لا يسأل يا فندم الكذب حرام في كل شرائع السماوية هو بيقولك لا يسأل يا فندم الكذب والتدليل في هذا العقدة أيضا حرام أنا لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد في الشريعة وتطبيق الشريعة والشريعة الإسلامية هي مهمة حضرتك لأن أنا مش متخصصة في الشريعة أنا أمقال ضمنا أن ده ضد الشريعة كده إطلاقا يا فندم أنا لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد في التعدد أن الزوج عليه له مطلق الحرية في أن يتزوج واحدة واثنين وتلاتة أنا ما عنديش والربعة العدل اللي المفروض مرتبط بالزواج بتعدد الزواج جدا لأنها مواطن مصري يعيش على هذه الأرض وده يوافق الدكتور المصري لأرثين وارثين 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 دكتور عبد المنام تفضل يا دكتور الدكتور المصري ينص على أنه لا أو القانون التابع للدكتور لا عقوبة إلا بجريمة رجل استعمل حقه الشرعي وليس من أركان الزواج ولم يقل فقيه ميلاً فقهاء أنه يواجب على الزوج لا لي للحقائق في الحقيقة لا يقل هذا الأمر الرجل يستعمل حقه الشرعي لكن متى يمكن أن يتدخل القانون في أنه إذا خالف قضية العدل يا فندم أنا ما ليش علاقة بقضية العدل ولا ليه علاقة بالشرع يا سياتك الشيخنا لو سمحت أنا جاية بتناقش في عقوبة تدليل وليس عقوبة الزواج أنا ما ليش علاقة خالص أن الزوج له الحق أنه يتزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة دي رابع مرة بقولها يا فندم لا يفح إطلاقاً أنه إحنا نالي الحقائق بهذا الشكل أنا ما ليش علاقة إطلاقه بالشريع يا تومسود أنه ما أخترش زوجته فقط لا غير ولا المأزون بالزواج الثاني يا دكتور عبد المصري فقط لا غير أنه هو لم يختر الزوجة بالزواج أنا مش عارفة تكلم لا اتفضل انت عاوز رأي الشرع ولا كلام رأي الشرع الشرع ليس من أركانه أنه يشترط عليك أن تخبر الزوجة بأنك ستتزوج أخرى ولكن من أركانه الإشهار من أركانه العدل من أركانه إقامة السكن المودة الرحمة إلى غير ذلك لكن هل فقيه من الفقهاء قال إلا الحنابلة لو اشترطت الزوجة لو اشترطت الزوجة في العاد السكن الأولى الحق بلا فقط قالوا قد يقبل هذا الشرع لكنها لم تشترط هل واجب علي على الزوج الذي يستعمل حقه الشرعي أنه يحبس أنه لا يستعمل حقه الشرعي إن استعمال الحق لا يؤدي إلى العقوبة على الإطلاق ولا عقوبة إلا بجريمة حضرتك شايف أنا أقول لحضرتك حاجة شرع ليس ما يطلبه المستمعون الشرع منذ أربعة عشر قرن من الزنان زي مولت لحضرتك وهو وضع أركان للزواج وللأسرة المصرية وضوابط وشروط فيها عدل وفيها صد بين الزوجين دكتور عبد المنعب دكتور عبد المنعب يعني حضرتك حضرتك مع فكرة ضد فكرة حبس الزوج كويس ومع فكرة إنه ممكن المسألة تتحل بإن الزوجة الأولى تشترط في عقد الزواج على زوجها إنه ما يتجوزش عليها تاني هذا الأمر لو وقع في مجتمعنا الآن ما حدش يتزوج في مجتمعنا لكن أنا عاوز أقول لحضرتك الحنابلة قبلوا قال إن قبل الزوج هذا الشرط فإنه يوضع في العقد ده الحنابلة اللي قالوا هذا السلام ده الحنابلة فانت بمسحنا يعني أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة بالله عليك لو أن الزوجة حبس والزوجة موجودة ومعها أولاده مع عشان خفت الأولاد خفوا إلى أن أباهم محبوس من اللي حبسوا أمه أمهم عشان يتجوز عليها من غير ما يقول لها يا دكتور يا ست هو هي لها العدل ولها الإنصاف ومن لها حق ومن لها حق أنها تعطارك لا عقب القانون أنت تضرر وتطلب الطلاق لا عقب يستعمل حقه الشرعي المادة موجودة وبعدين المسلمة المسلمة تعلم وهي تتزوج تعلم أن الزوج حق في الزواج اللهم أقول لي إذا خرجت عن الإسلام بجأ يعني أنا علشان عشان أنا أعترض أو أنا لازم أبقى سكتة وجوز يتجوز عليها وإلا لو اتكلمت بخرجت عن الإسلام يا دكتور لا لا ما قلناش الكلام ده أنت في انتين خطأ لمواغذة أنا بقول أني الزوجة الزوجة تعلم أن للزوج حق في هذا الأمر وأن ربنا بيقول مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا اشترط العدل فواحد كل الرجالة شايفة أنه تقدر تعدل يا دكتور إن عدل فمن بصي محدش بيتكلم في هذه القضية إلا المتزوجات لكن غير المتزوجات لا يتكلمنا أبدا في هذه القضية المتزوجة الثانية امرأة ليست امرأة الثالثة امرأة أم ليست امرأة الرابعة امرأة أم ليست امرأة لماذا تقبل إلا واحدة فقط بين ثلاثة إذن نحن نقوم واجب واجب المحافظة على العدل بين الزوجات وواجب إعطاء حق الزوجة وعدم إهمالها وربنا جاء في القرآن الكريم وعاشروا هن بالمعروف كل ده بعيد عن موضوعنا دكتور عبد المنعم دكتور عبد المنعم كل ده بعيد عن موضوعنا احنا كل ده احنا عارفين احنا بنتكلم فيه هي بتقول بس سيادة النائب عايزة تضيف ان يبقى فيه تغليز عقوبة للزوج لو مراته الأولانية مراته او التاريخ ويزور ويزور في انها المفروض الجواب الاحضار او المحضر يروح لها يكتبوا عنوين غلط محضرتك عارف اللي بيحصل انت قلت تغليز العقوبة والاسلام يمنع تغليز العقوبة التي تتوافق مع شرط العدل لكن 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 هي حددت العقوبة بالحبس ويجو مصيبة في المجتمع هذا مصيبة في المجتمع ابعاده عن قانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية من يوم ما اسمعنا الرؤية ومن ما اسمعنا قانون الحضانة واسمعنا قانون النفقة الاسرة المصرية ارتبكت اتركوا شرع الله هو الذي ينظم البيوت شكراً شكراً